السلام عليكم الحادقات كده يريد اللبس عليكم أموركم هنية كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير في أحوال جيدة مرحبا بكم معي في فيديو جديد لي هو عبارة عن كيكا ديال الجازر أو خيز زوب من مكسارات بالنكهة ديال القرفة وسكين جبير كالجيبنينة مقومة وخفيفة أكيد لجربتوها ستبقى كيكا ديال الجازر معتمدة عندكم تقوم معي حتى الأخير باش تعرفون مقدار الطريقة للتحذير سوف نبدأ بسم الله على بركة الله فحد الإناء سوف نضع ثلاث البيضات ليكونوا بضرر حرارة للغرفة سوف نضع لهم كاز ديال السكر سنيدة وكاز ديال الفاني سوف نخلط مزيان 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 من الأحسن في هذه المرحلة هذه استعملوا إما الخلط الكهربائي ولا البطور اللي متوفر عندكم الأهم أن تخلطوا مزيان ذيك البيض مع السكر حتى بيض اللون دياله سوف نضيف الزيت كاز ديال الزيت دائما نفس الكاز نعبره به السوائل والنواشف سوف نضيف ونخلط حتى يتخلط زيت مزيان ونحس بأنه الخلط ولا عقد من بعد نزيد الحليب اللي احتوى يكون ضروري بدرجة حرار ديال الغرفة هنه قد نزيد كاز ديال الضقيق اللي ضروري ألا ننغرب له وقد نخلط مزيان حتى يمقاش لديك الحوبي بس باينين وقد نزيد رشيشة ديال الملحة باش نحسنه الضوق من بعد نضيف الكاز الثاني اللي تهوه خاصني ضروري أنا نغرب له حتى يمقاش لديك الحبيبات ونخلطه مزيان حتى يمقاش لديك الحبيبات دياله وباينين فبالنسبة القوام ديال الخلط ما تيكونش في حال الكيك اللي كان كونوه كان صاوبه دائما يعني الكيك العادي كيكون شوية خفيف باش ما يجيناش ناشف وفي نفس الوقت ما يجيناش ندقص سوف ناخد حبة ديال الجزال اللي غادي نحكها في الحكاكر الغليضة وغادي نحاول ان ذاك المديالها نصفي شوية لكان فيها المبزف في حالة تنشفوها شوية متخليواش بالمديالها سوف نزيد على ذاك الخاليط اللي اللي حدرنا من قبل هنا غادي ناخد كمية من المكسارات اي نوعية عندكم أنا استعملت شوية ديال للوز شوية ديال概رقال وشوية ديالزبيب اللي قطعتين قطع عرقاق وachمرتهم شوية من غير الزبيب حمرتهم شوية باش ك Canadians كني أعطي للا ماظق اللي هو ما زوين من بعض إزدت عليهم معالقة صغيرة ديال القرفة اللي تكون عاملة ديال القرفة ورشيش ديال السكنج ، غير شاشا ديال السكنج بيår كني أعطي واحد ما ديال غذائل سوف نبيجة عليه جوج اكياز زيال غاميرات الحلويات اللي بطبيعة الحال خسنا نغربلوهم فكما كتشوفو هدا هو القاوم دي الخالد ما تيكونش سقيل فحل كيك اللي عادي تيكون شوية خفيف باش تحصلوا على النتيجة اللي هي مزيانة وتجيل لكيك خفيفة سوف نخويل الخالد في المول اللي كنكون دهنها بزبدود دقيق من قبل وهنا كنكون مسخن الفران على درجة حرار 180 من تحت ما كان دخل المول كان نقص عليه الى 170 حتى كي يطيب حتى كنت تنفخ ومن بعد كنشعر لها من الفوق ويتحمل لوجه دياله هذه هي الكيكا ديالين بعد ما ما خرجتها من الفران ودرسها فت بصير رها مشالية المقطع الاول قبل من هذا مشالية مهم سافيرها كتكون خفيفة اللي واحدة كتبرد وانا زينت الوجه ديالها بجوجة علاب ديال بيرلي ولما كاشو نتوفر عندكم بيرلي فديروا الى عندكم الجبن ديروا الجبن وخفوه مع شوية الحليب رها كيجي في حل الكريمة وكيعطي واحدة البنة غزالة والزين دائما يبقى اختياري ديروا انتم هادك الشي المتوفر عندكم انا زينتها بشوية ديال اللوز ايفيلي وشرائح ديال جزر اللي حكيتم طوالين في حكا كر الغليضة اشتركوا في القناة فكيبقى هدوش كالنهائي ديال كيكا ديال الجزر اللي صاوبت معاكم كجيبنينة بزاف اكيد اللي جربتوها ما غديش بقوا ستصغنوا عليها كجيبنينة وخفيفة ولا تبعثوا الطريقة ديالي بالتفصيل ارا غاية نجح معاكم من اول استعمال وحتى تكسكنجبير اللي دفنالي هاكي عطاها وحد الماداق غزال انا هاد الكيكا هدي عندي من اه من اه من اه من اعز الكيكات اللي كان صاوب انتمنى ان الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم متنسونيش باللايكات وبتعليق ديالكم الزوين اللي كانتشجعني اه اه اذا كنتي اول مرة كتشوفي القناة ديالي فانضمي الينا الى اعجبك الوصفات المحتوى اللي كان قدم اه خليتلكم راحة الله الى حلقة مقبلة مع فكرة جديدة ووصفة جديدة ان شاء الله